احد الكورة قال ان احنا حققنا انجازات ان احنا صعدنا بمصر للكاس العالم وصلنا لنهائي كاس الأمم الأفريقية ما عملناش حاجة تخلينا نستقل هم هيزلونا يعني ولا هم هيزلونا واحنا كنا باللعب مين سواء في الأمم الأفريقية او مين في تصفيات كاس العالم احنا ملعبناش فرق عليها النضالة غير بوركي نفسه وكان في الماضي ده الاستحواس 80-20 وكسبناهم بدربات الجزاء بالحظ عبدالله السعيد من ضع درب الجزاء وربنا قرمنا عشان دعوات المصريين زي بالضبط في التصفيات لما عادنا ندعي بعد الجون الكونغو وربنا استجاب لدعانا ووصلنا تمام انا كنت متخيل ان النهاردة ان المهندزة هنا ووريدة ومجلس الادارة كله هيقولك احنا بنها لان استقلتنا تعرف كان هيبقى الاحترام علي قوي ان هم فشلوا مش هما اللي صعدونا ده ربنا اللي صعدنا وبأقدام الاخرين اخدلك هو كان من الواجب ان هما اللي يعلنوا وستقلطهم يعززوا نفسهم قدام الشعب المصري انتعرف في الحالة دي كان الشعب المصري يبدأ يراجع يقولك لا ده الناس دي من المحترمة الناس دي لا ده هما وصل الناس اللي تقول مش هما اللي يقول انما هما دايما بيصدروننا يعني احمدوا ربنا ان احنا وصلنا احمدوا ربنا ديف بتاع الكاميرو وكثبتك وانت عندك كل لعبا محترفة جينا لما احنا وصلنا التصفاءات كاس العلم احنا فوزنا على المغرب اكتر ريت بعد من 86 ما فوزناش على المنتخب المغرب ده مش حاجة كويسة لا طبعا مش حاجة كويسة لا طبعا مش حاجة انا افوز على الكاميرو وناخذ بطولة بس دي حقاية يعني انا مش بدافع انا لا هدافع ولا طبعا احنا محايدين لا انت لا هدافع ولا هدافع أنا في خط النص زي كابتل رضا خليك معلم بقى طيب يعني في حقاية الحقاية إيه؟ أن أنت أكسبت المغرب بعد فترة كبيرة جدا وصلت إلى نهاية أفريقيا أكسب عشان أخد البطولة أنا ما أكسب وبعدين أخزر في النهاية كأنك ما عملتش حاجة أيوم إحنا بقى إنا 6-7 سنين ما بنوصلش أصلا لكاس الأمم مش دي تالت دورة إحنا كان عندنا ظروف وبعدين مع برضه المجملات مين اللي كان ماسك في الفترة دي مين اللي كان ماسك المنتخب وبين اللعيبة اللي أنت كنت بتهدها إحنا شفنا لعيبة يعني مش عايز أقولك اللي كان بيمشي كان بيلعب منتخب مصر بيمشي جنب الاتحاد كان بيلعب منتخب مصر إحنا دلوقتي هقول لك على حاجة بمنتغى الأمانة إحنا عندنا عشان بس الناس ما تعودش بها ترغي كتير والكلام دوت إحنا عندنا أحسن فرق الكرة موجودة بعد طبعا جيل حسن شحات لأن إحنا جيل لكابتن حسن شحات كمين المحترف كان زيدان وكان كان أحمد حسن وأحمد حسن وكان ثلاثة أربعة أنا مش فاكر كمين تاني كان عمر زكي في رمضان عمر زكي عمر زكي سيكو شوية يعني مش بالكشفة اللي هي موجودة دلوقتي من زي دلوقتي إحنا عندنا لعيبة دلوقتي محترفة المفروض إن إحنا المدرب اللي موجود ثقافته أعلى وفكره أعلى من اللعيبة اللي موجودة طيب في ثانية اعتذار المهندس هانيا بوريدا ده ما رايحكش اعتذار إيه النهاردة لما اعتذار طيب أنا سفدت إيه كشعب مصر هو الاعتذار كان قدم استقالة ويعززوا نفسهم لغاية ما الشعب يقول لك يرجعوا ولا ما يرجعوش طيب دكتور ياسر الاعتذار ده مش ما يكفيش وأنا عايز يعني أضيف للي قاله كابتن ريدا أنه الحل الأسلم لكابتن هاني بوريدا كان يستقيل النهاردة عشان يرجع ثاني رئيس التحدي عشان يرجع إيه؟ ثاني رئيس التحدي لأنه هو لو كابتن هاني والمجموعة كلها يعني هما يملق الجميع العمومية هو لو استقالوا هيتعمل لجنة مؤقتة لإقدارة اتحاد كرة القدم لحين إجراءوا شايفين إذا يكون أفضل للكرة المصرية؟ لا ومفوش أي أوقات يعني طب موضاتها ديع وقت أنا مقتنع إننا كلنا من ضيع وقت كلنا من ضيع وقت كلنا من ضيع وقت واحنا كلنا بس بنفشغل بعض وبنقض نشتم ونشتريع كده وفيش حاجة تتغير أصلا التغيير الحقيقي له سكة واضحة تمام اشتركوا في القناة